بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في محاضرة جيدة في قرس الأنتنة إن شاء الله هنكمل مع حضراتكم اللوب أنتنة من أنتنة سيري لبلانيز مع حضراتكم متكتورة نهاية الفائز أستاذ بهندست المنصور إن شاء الله هنتكلم زي ما اتفقنا عن اللوب أنتنة الموجودة في الفصل الخامس وطبقا الخطة الدراسية احنا بريد يمشينا عليها إن شاء الله طيب الوقت نتكلم على الكنتنس الخاصة بالمحاضرة هنتكلم على المقدمة عامة للوب أنتنة بعد كده هنتكلم على الـ Small Circle Loop من ناحية الـ Analysis ومن ناحية الـ Radiation Power وRadiation Resistance ومن ناحية الـ Directivity وإزاي تقدر تحسن خصائص Small Circle Loop عن طريق إنك أنت تلفها عدد من اللفات أو تلفها على فبريد كور وفي الأخير هناخد على الـ Circular Loop بتاعتنا طيب إن شاء الله طبعا هارفين إن بالنسبة ليه اللوب أنتنة هي عبارة عن Simple وإنكسبنسب وVery Very Freestyle أنتنة وهي قريدي ممكن تاخد شابسك مختلفة زي ترينكل شيف على سبيل المثال زي الأشكال اللي قدامنا الموجودة دي اللي هي الشائعة منها هو Small Loop طبعا اللوب أنتنة شائعة الاستخدام في تربضات High Frequency وVery High Frequency Ultra High Frequency Up to 3000 MHz طبعا اللوب أنتنة زي ما احنا شايفين هيبقى ليها محيط في المنظر ده كده أو ليها Area أو كمان أو ممكن نعبر بـ Radius بتاع اللوب لو كان الـ Radius ده أو المحيط ده قمته أقل بكتير من لمضة وبالتالي بنفترض أن اللوب ده أنتنة دي بنقول عليها Herthes Dybul أو Infistimal Dybul لأنه قريدي خصائصها بتبقى قريبة بشكل كبير إلى الـ Herthes Dybul وبالتالي نقدر نصرنا في اللوب أنتنة إلى نوعين نوع بنسميه Electronicly Small اللي يبقى فيها المحيط بتاع الأنتنة أقل من لمضة على عشرة وبالتالي يبقى اللوب بتاعتي هتبقى قريبة لخصائص الـ Herthes Dybul وطبعاً من بين الخصائص اللي هعرفنا في الـ Herthes Dybul أن الـ Radiation Resistance بتبقى صغيرة طبعاً في حل موجود في اللوب أنتنة أنه يقدر بيعمل من اللوب دي كذا لفة كذا تيرن وكمان ممكن يحطها على كور من الفرايت والطريقة دي ممكن يحسن في الـ Radiation Resistance لمشكلة اللي كان بتواجهنا في الـ Herthes Dybul النوع الثاني طبعاً من اللوب أنتنة هو أن يكون أن المحيط بتاع اللوب أنتنة بيبقى مع الـ طبعاً إحنا في المحاضرة إن شاء الله أنه هنعمل فهنفترض أنه عندي لوب زي ما احنا شايف كده موجودة في الـ اللوب دي بيمشي فيها طيار تقيمة سبتة قيمته طبعاً زي ما احنا شايفين كده بياخد اتجاه الـ واخد اتجاه الـ واردي احنا عايزين نحسب بقى نتيجة اللوب دي عايزين نحسب الفيلد عند في منطقة الفارفيلد عند النقطة اللي قدامنا اللي هي على بعض من الـ اللي هو وجود على طبعاً عشان تقدر تحسب الكلام ده لازم تروح تحسب من اللي احنا احنا قريدي بالعلاقة دي اللي بيساون ينوط على ربع باي التكامل الـ اي وصنع جي ار كابتال على الـ ار كابتال يل داش فأنت وظيفتك أنك أنت تجيب الـ اي بكام وديال اللي داش بكام وار كابتال بكام عشان تقدر تعمل التكامل ده طبعاً انتفقنا من الطيار اللي ماشي في اللوب اللوب دي صغيرة جداً فنفترض أن الطيار كنته سبتة واتجاه واتجاه في داش طبعاً الفاي داش بتروح من صف لتوباي لأن اللوب كاملة زي ما قدام زي ما شايفين حضرة كمان أن اللي هي عبارة عن الـ الـ المنت صغير موجود في اللوب هيبقى عبارة عن الـ داش اللي دا يمثل طور قوس في اللوب اللي هيبقى الـ بتاع اللوب في دي فاي داش في اتجاه الفاي داش طبعاً اللي بقى اسمه IDL هتاخد الكلام رتعوض بهنا نقص لك أنك انت تجيب قيمة الـ والـ والـ إذا ما اتفقنا هي عبارة عن الفيكتور اللي رايح من الـ بتاعي بغاية نقطة في الفارفيلد هنفترض نقطة الفارفيلد إحداثياتها X, Y, Z ونقطة النقطة تاعة الألمنت الموجود في اللوب X داش Y داش وزد داش وبالتالي لما تجيب فرق إحداثيات في X وتربعه تجيب فرق إحداثيات في Y وتربعه تجيب إحداثيات في Z وتربعه ويجيب الجزر التربيعي تجيب R طبعاً هنشتغل في الـ وحط ما بنظرها بقيم الـ فقول X بتساوي R ساين سيتا كوسين فاي Y بتساوي R ساين سيتا ساين فاي والZ ساوي R كوسين سيتا وبالنسبة للX داش والY داش وز داش هنحط ما كافئهم ب السلندريكا الكورونات فقول A بتساوي A X داش بتساوي A كوسين فاي داش والY داش بتساوي A وطبعا أي حد درس بالكلام اللي احنا بنقوله ده فناخد الكلام ده ونعوض به في R فتقدر على طول تجيب الجزر التربيعي للحاجات دي فتلاقي ان R بتاعك زي ما احنا شايفين طلع بكل بساطة زي ما انت شايف كده عبارة عن الجزر التربيعي لR تربيع زي A تربيع طبعا المعادلة دي بكل بساطة ممكن نعملها اعتمادا على ان ان بتعامل مع small loop فيبقى بالنسبة للR قليلة جدا فتقدر تاخد R تربيع مشترك وتقدر تعمل بسيط على المعادلة بالتفصيل موجود في الفيديو اللي بتاعه موجود قدامنا او اللينك بتاعه موجود اللي هو شرح في ال الخاصة بالانتنة هتلاقيها برضو على نفس موجودة تقدر توصل للفيديو بسهولة وتقدر تشوف التحليل بتاعك بالتفصيل وطبعا لما تعمل الاناليس بالتفصيل هتقدر انك انت تحسب ال هتكامل وتحصل على قيمته ومنه تحصل برضو على ال H وتحصل على ال E لان طبعا ال H اللي هي علاقة بال H اللي هي كيرل ال H وبالتالي تقدر تحسب ال H و E وزا انت عايز تحسب بالتفصيل تقدر ترجع زي ما قلتلك للفيديو ال QR كود كان معروض من شوية طبعا من خلال ال بتاعتي ممكن ارسم بقى ال بالخاص بال بال طبعا زي ما قدامنا كده مرسومة عند O بوين وان لامضا عند O بوين لامضا و ولاي انه الكلام ده زي ما احنا تفين شبه بالزبط اللي بخرج من ال ال لان طبعا الشكل بتاعي على شكل طبعا تقدر ترسم الكلام ده في وتقدر تسوه في وتقدر كمان تحسب طبعا زي ما احنا تفين ان ال وبالتالي لما تيجي تحسب ال هتلاها بالزبط زي ال اللي هي بتساوي ثلاثة على اتنين وبرضو موجودة في الفيديو الخاص بال طبعا من خلال الفيلد برضو تقدر تحسب اللي هي اللي هي وتقدر انك انت تكملها فتحصل على وبرضو موجودة في الفيديو اللي انا اشرت اليه طبعا زي ما احنا تطلع بالعلاقة دي ممكن طبعا انك انت من خلال تحصل على او علاقة وطبعا مش لازم تكون راديشن برضو فونكشن في ال ممكن انك انت تعوض عن ال بدلالة المحيط بتاع اللوبل هيبقى او بدلالة ال area بتاعت اللوبل وفي كلتا الحالات دي راديشن رزيستنس بدلالة c وبدلالة s وطبعا سهل جدا برضو احسبها بدلالة ال a وبرضو ال موجودة في الفيديو هتلاقي راديشن رزيستنس بتاعت كاملتها بتساي 1.9 2 اوم معنى كده ان في عندي مشكلة في ال small دايبول ان ال راديشن رزيستنس بتاعتها وليلة وده فعلا اللي كنا برضو بنقابله في ال هيرتز دايبول فعشان نحسن الكلام ده قلنا هنبدأ نعمل كذا ترن من اللوب زي ما احنا شايفين فانا فطرد ان هي دي كانت لوب هعمل منها كذا ترن طبعا هيتولد عندي برامتر اضافية طبعا اتفقنا انه اللوب الريدياس بتاعها A والسلك بتاعي الريدياس بتاعه B السلك نفسه الريدياس بتاعه B طبعا لما تعمل اللوب هيبقى في ما بين كل اللوب والتانية هتبقى طبعا بتزود الريدياس بتاعتي للانتم طبعا الكلام ده بيصحبه انه اللوصص بتزيد لان احنا اعرفين انه اي ضيبول اي سلك بيكون فيه نتيجة المتالز اللي فيه طبعا المتالز دي او اللوب دي هتبدأ تعمل منها كذا ترن فاللوصص هتبقى قيمتها تزيد بمعدل عاد اللفات اللي انت هتخطها بالاضافة الى تأثير انك انت لما بتعمل لوبز فيه عندك حاجة اسمها proximity effect بتيجي انت بتقرب اللوبز من بعضها اسلاك من بعضها بيزد عندك تأثير اسمه الRB والRN اللي هال omic skin effect يبقى فيه المقاومة الموجودة على الاسلاك وفي نفس الوقت قرب الاسلاك من بعضها فينشأ عندي تعديل في قيمة النصص نتيجة انبقى عندي مجموعة من اللفات مقارنة تنبيه نصص النشأ عن لفة واحدة هيبقى الكلام ده ظاهر في الان وظاهر في term ده اللي هو RB على R زائد الواحد زائد ما احنا شايفين وبرضو في قيمة طبعا الRS زا ما احنا شايفين طبعا الRS دي اللي هي تعتبر الجزر اوميجا ميموت على سجمة الاتنية سجمة اللي هي خاصة بالكوندكتور طبعا بالنسبة للكتاب عرض هو او عرض حزبية كده بتربط العدد اللفات والRB والارنوت فسهل جدا ان قيمة الاربي على الارنوت نقدر نجيبها من الكيرف ده عند different values للن تقدر تجيب على طول العلاقات اللي هي الاربي على الارنوت من خلال الكيرفات دي لو هي وردي ما تمش اعطاها نحسن الاردييشن رزيستنس للوب انتنة بطريقة تانية ان نبدأ انفها على فرايت كور زي ما احنا شايفين وبالتالي انه الفرايت كور هنا بقالها برميابيليتي بقالها مغناطسية قامتها سماحية مغناطسية قامتها ميو سي اي وطبعا لما تقسم الميو سي اي على ميو نوت كل تربية يطلع كلام ده ميو ار تربية للفرايت معنى كده ان الاردييشن رزيستنس قامتها بتزيد بدلالة او بقيمة الميو ار تربيع الميو ار تربيع اللي هي ميو بتاع الفرايت على الميو نوت وبالتالي كل ما الميو ار بتزيد كل ما المغناطسية الخاصة بالفرايت كور بتزيد كل ما الار اف بتزيد معها تربيع لان عاقتها عبارة عن علاقة تربيعية زي ما احنا شايفين طيب لو انت بقى حطت التأثيرين فتلاقي الرادييشن رزيستنس بتاعتك لو انت زودت عادة اللفات وحطتها اللفات دي على فرايت كور فتلاقي الرادييشن رزيستنس اللي احنا شايفين علاقة الكاملة بتتناسب مع الن تربيع بتتناسب مع تربيع وده بيحسن في طبعا ناخد مثال يقولي الرادييشن رزيستنس لسنجل ترن وإي ترن سمول سيركلا اللوب والرادييس بتاع اللوب عطوهولي بلندة على خمسة وعشرين والميديم في الفريز بيس وبالتالي طبعا من الرادييس بتاع اللوب هتقدر تحسب محيط اللوب اللي هو 2 باي اللي هو 2 باي في لندة على خمسة وعشرين وتروح تقول الرادييشن رزيستنس عبارة عن عشرين باي سكوير سي على لندة اوور هي في الترفيع لا تطلع في الاخر 50.43 وبالتالي قدرت تتحسن الرادييشن رزيستنس من 0.7 إلى 53 ودي حاجة كويسة جدا لان ده طبعا كومباتابل مع ترانسميشن خمسين اوم معروف جدا طيب لو جاني ناخد مسألة تانية يقول لي طيب احسب بها الرادييشن افشانسي احسب الرادييشن افشانسي كوميتها كامل طبعا برضو احسب لي الكلام ده عند اف بتساوي 100 ميجا هيرتز وبحيث ان الرادييش بتاع اللوب وها تقول لي قبل كده اللامضة على 25 والسينجل تان والات تان طبعا الحتة اللي فوق دي ها نفس المسألة اللي احنا حلناها من شوية طبعا ضيف عليها ان الرادييش بتاع الواير الواير نفسه اللي عملت منه اللوب الرادييش فبيقول لي انه اسيوم ان الواير ده معمول بالكبر بcontactivity 5.7 10 power 7 سيمل لكل ميتر والانتنة بترديات في الفريز بيس طبعا عايز يحسب الرادييش افشانسي ونسترجع علي الECD اللي بتساوي الرادييش على الرادييش زي الار لوس فانت محتاج هنا تحسب الار لوس للس للس طبعا مبدئيا من المسألة السابقة احنا حسبنا الرادييش للسينجل ترن طلعت ب 0.788 اوم طبعا عايز احسب الار لوس للس بروح اعوض في اي على بي في جازر اوم جام على اتنين السجما السجما اعطيهولي والبرميلتي طبعا الكلستانت ده اعطيهولي اللي هي معروفة ل اربعة باي فعش او سنو السبعة ده فتلاقي الكلام ده يساوي الرادييش مقسومة على الواين بوين بوين وفايف سري اللي هي تطلع في حدود اتنين واربعين وثمانية من عشرة في مية طبعا اروح هسيب الكلام ده ل فانت الرادييش هاضر بالقيمة دي في ان تربية اللي تطلع بخمسين تلاتة واربعين واروح استخدم علاقة فطبعا القيمة دي نقدر نجيبها منين طبعا تبقى الفريجر اللي احنا عرضينه من شوية عند تقدر تطلع نسبة الاربع اللي هي تطلع فبساطة خالص مباشرة انك انت تقدر طبعا هو اعطيك قيمة السي فالسي تحطها على المحوى الرأسي الافقي وتقدر تجيب مع تقاطع الان بتبانية تقدر تجيب قيمة الاربع اللي احنا في الكيرفر اللي احنا عرضينه من شوية فتقدر بالبساطة تحسب الوصص ومنها تقدر تحسب الكفاءة فتلاقي ان الكفاءة بتاعتك زادت بمعدل من اتنين واربعين وصلت لواحد وتمين وتلاتة من عشر يبقى زيادة عدد اللفات بيحسن وبالتالي بيحسن في كفاءة طبعا بالنسبة زيها زي اي زي اي نوع من انواع الانتنة اللي احنا اخدناها دايما بقالها مجموعة من الخصائص بيتم اختصارها في جدول وطبعا في حالة الانتحان بيبقى بنقرد بتبقى موجود فيها الحاجات دي فارجو ان انتو ترجعوها وتستنتجوها وطبعا لو نبصينا هتلاقي نفس القيمة بتاعة بتاعة الهيرتز دايبول زي ما انتفقنا الديركتيف دي كانت نفس القيمة فطبعا انتفقنا ان خصائص السمول سيركل لوب الى حد كبير هي خصائص الهيرتز دايبول اتمنى تكون المحاضرة سهلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته